السلام عليكم ايه موضوع التلتمائة الف؟ لا ما تشغلوش بالكم ده موضوع مش مهم عموما معروف ان المشتركين الكتير بيفسدوا اخلاق اليوتيوبرز وانكم قلبكم علي لحسان عياري يفلت يعني او حاج فعلى مهلكم يعني نوصل التلتمائة الف الشهر ده الشهر الجاي الشهر اللي بعده ما نوصلش خالص مش مهم يعني على مهلكم جدا على مهلكم خالص احداث فيلم The Girl in the Spider's Web بتحكي فصل جديد في مغامرات الهاكر العالمية لزبت سيلاندر بعد ما بتستكمل مهمة لاستعادة برنامج كمبيوتر حساس جدا وخطير جدا لصانعه بتلاقي نفسها تحت الهجوم وده بيكلفها البرنامج وثقة العميل بتاعها فبتنطلق في مهمة خطيرة لاستعادة البرنامج بمساعدة صادقها الصحفي المشهور ميكايل بلونغفست ولكن المهمة دي بتاخدها لجانب مظلم من ماضيها كانت بتحاول تنساه فيا ترى ايه اللي حيحصل الفيلم ده هو الجزء التاني لفيلم The Girl with the Dragon Tattoo اللي تعرض سنة 2011 رغم انه مبني على احداث الرواية الرابعة في الميلينيوم سيريز وكمان مرة قصة سلسلة الميلينيوم والافلام دي مربطة مع بعضها ازاي شرحتها بالتفاصيل في حلقة التريل الرياكشن هحط لكم لينك ليها هنا فياريت حضراتكم تفتكروا وتتفرجوا عليها المهم بالنسبة لنا دلوقتي ان الروايتين التانية والتالتة ما نجحوش في اثارة اهتمام الستوديوهات الامريكية عشان يعملوهم افلام بينما الرواية الرابعة نجحت في ده والسؤال اللي معرفتش اشيله من دماغي وانا بتفرج على الفيلم هو ليه؟ ايه اللي موجود في الرواية الرابعة ما كانش موجود في التانية والتالتة؟ او بمعنى ادق لو دي الرواية اللي اثارت اهتمامهم يبقى الروايتين التانية والتالتة دول كانوا وحشين لاي درجة اه يا جماعة انا ما عجبنيش الفيلم ده وحسيت بملل كبير جدا في اغلب فتراته والجانب السينمائي مسئوليته عن الاحباط ده مش كبيرة قوي يعني انا عجبتني طريقة اخراج الفيلم وعجبتني الطريقة اللي متصور بيها وعجبتني الطريقة اللي متمنتش بيها يمكن يكون عندي شوية مشاكل مع الاداءات التمثيلية الموسيقى والمؤثرات الصوتية كرهتهم جدا المؤثرات الصوتية في الفيلم ده يا جماعة عاملة زي الحاجات اللي كنا بنركبها على البرزنتيشنز بتاعتنا في مشاريع التخرج بس كل ده كان ممكن التجاوز عنه لو كانت القصة حلوة ولكن القصة وحشة جدا ومتوقعة جدا اغلب فصول القصة دي عبارة عن اوالب شفناها قبل كده في افلام كتير الخطر الكبير اداة بتجعل كل الاسلحة النووية اللي في الدنيا تحت سيطرة شخص واحد الشرير بتاعنا سايكو باتي بعلاقة مع بطلنا الفيلم ده كان من الوقاحة انو حرقها بالكامل في التيزر حتى مش في التريلر الحلفاء بتاعنا مجموعة من الشخصيات الكارتونية بما فيهم ميكايل بلونغفست اللي الحقيقة ما كانش المفروض يبقى في الفيلم ده محركات القصة مجموعة من تقنيات الهاكنج الغمضة اللي ما كانها الطبيعي هو افلام التمانينات والتسعينات بعض المكائد اللي لزبت عملت صممهم وتنفذهم رغم انهم مش مقنعين على الاطلاق والكثير والكثير من الصدف والصدف دي هي اللي الفيلم معتمد عليها عشان يقدم لنا اكبر التطورات وعشان يقدم تحولات في منتهى الحدة فيدي الفراز في مقعد المخرج حاول يعمل حاجات كتير عشان يساعد القصة بعض الافكار الاصلية فعلا في التنفيذ حاول يطبقها عشان يبلعنا الافكار الغير اصلية في الكتابة واقدم على مخاطرة كبيرة جدا بمحاولة نقل الفيلم من عالم النيون وار بتاع ديفيد فنشر لعالم الاكشن والذكاء المخابراتي بتاع جيمس بوند الفيلم دا عليه بصمات جيمس بوند من اول تتر البداية لغاية تتر النهاية وللمفاجأة دا ما دايقنيش لاني اصلا ما كنتش معجب قوي باجواء النيون وار بتاعت الفيلم الاول الفيلم دا كمان عنده ميزة ان تقييمه الرقابي ار يعني عنده مساحة كبيرة من الحرية في المحتوى العنيف والمزعج ولكن كل دا للأسف منجحش في انه يحول القصة دي لفيلم حلو خصوصا زي ما قلت اني عندي مشاكل مع الاداءات التمثيلية انا كنت عبرت عن اندهاشي من اختيار كلير فوي لشخصية لزبت سالندر من اول التريلر رياكشن والفيلم نفسه اكدلي ان اندهاشي كان في محله ان اندهاشي عطر جديد من الغبات الهندية لان دي مش لزبت سالندر دي شخصية وديعة بيتوتية طيبة لبسة ماسك الهالوين بتاع لزبت سالندر مفيهاش القدر المطلوب من التحدي مفيهاش القدر المطلوب من القوة الشق العبقري في أداء روني مارا للشخصية في الفيلم الأول كانت لمحات العواطف والمشاعر اللي كانت بتصربها لنا من خلال وش اللا مشاعر اللي كانت لابسها طول الفيلم بتصربها لنا عطر جديد من الصحراء السربية بس في الفيلم ده دي تقريبا أم سفيرير جودناسون ممكن تنسوا وجوده في الفيلم من أصله حقيقي أنا معرفش هو موجود في الفيلم ده ليه الأداءات الجيدة فعلا موجودة عند ستيفن ميرشنت وسيلفيا هوكس ولكن للأسف زمانهم على الشاشة مش كافي The Girl in the Spider's Web فيلم ممل ومحمل بالأفكار المعلبة وبالصدف الغير مقنعة المجهود المبدول في إخراجه يدوب بيخليه فيلم صالح للمشاهدة ولكن مفيش أي حاجة تانية بتساعده واختيارات الممثلين وأداءهم زادت الطينة بلة وده حتى من غير المقارنة مع الفيلم الأول الطينة بلة عطر من متر وعين شمس تقييمي لفيلم The Girl in the Spider's Web هو أربعة ونص من عشرة والحقيقة لو أداء The Girl with the Dragon Tattoo ما كانش مقنع كفاية عشان يتعمله جزء تاني بعضه مباشرة فأداء الفيلم ده المفروض يخلي سوني تاخد لها بتاع خمس سنين تأمل مثلا قبل ما تفكر تعمل أي فيلم تاني منقشة الحلقة للناس اللي شافوا The Girl with the Dragon Tattoo لو كانت قال لكم وقتها إن روني مارا مش رجعة علشان تعمل الجزء التاني مين الممثلة اللي كنتوا ترشحوها للدور بدلها؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي